عادة إذا عندك اختبارة وتدرس في الجامعة استمع للجزء الأول إذا تتعلم الإنجليزية من أجل المحادثة استمع لنصائح الجزء الأخير من هذا الفيديو في المستقبل المستبر نبدأ بالضمير أو الاسم يليه زائداً بي زائداً الفعل أي فعل زائداً آي إن جي طبعاً هذا التكوين يستخدم مع جميع الضمائر مفرد وجمع الآن رح نبدأ بالاستخدامات ورح أحصر استخدامات المستقبل المستمر في استخدام واحد فقط وهو التعبير عن شيء يحدث في المستقبل عند وقت معين رح يبدأ عند وقت معين رح يستمر لبعض الوقت لا نعرف ولكنه رح يبدأ في المستقبل عند وقت معين تحديد الوقت لازم في المستقبل المستمر هي راح تكون نايمة لما توصل البيت متى راح تبدأ النوم؟ لما توصل البيت هي راح تبدأ النوم يعني أنه الفعل راح يحصل في المستقبل عند وقت معين متى؟ عندما توصل البيت هي راح تكون نايمة يعني في الوقت هذا يبدأ النوم ورح يستمر لا نعرف إلى متى راح يستمر كما تخيل أنه في حد بيقول لك أنا راح أجيلك بكرة الساعة عشر ونص أنت ترد عليه وتقول له ساعة عشر ونص راح أكون أتناول مثلا الغداء أو العشاء أنت بتتكلم عن حدث راح يحصل في المستقبل عند وقت محدد راح تقول الساعة عشر بكون أتناول الغداء مثلا أرسلت رسالة وقلت لي أنا حابب أتصل عليك على الساعة ثمانية أنا عند الساعة ثمانية راح أكون بصور مثلا فيديو ممكن أرد عليك وقول لك لا تتصلي على الساعة ثمانية راح يستمر ما نعرف يعني فقط أنه يبدأ لكم يستمر ما تشغل بالك عشان توصل المعلومة بشكل دقيق ما يحصلش خلبطة بين المستقبل المستمر والمستقبل البسيط راح أعمل مقارنة بسيطة الاختلاف بين الاثنين أنه هنا راح يبدأ الفعل في المستقبل عند نقطة معينة وهنا الحدث راح يحصل في المستقبل بس مو عند نقطة معينة مثلا هنا أنا راح أكون رايح إلى المستشفى بكرة الصبح يعني بكرة الصبح أنا راح أكون رايح إلى المستشفى حتى هنا فيه اختلاف في الترجمة راح أكون رايح الحدث بكرة الصبح راح يبدأ بالحدوث والترجمة مثل ما قلت فيه هنا راح أكون رايح أنا سوف أروح إلى المستشفى بكرة بكرة متى؟ الوقت مفتوح الصبح بعض الضهر في الليل أنا سوف أذهب وهنا أنا سوف أكون رايح أو أنا راح أكون رايح عند نقطة معينة الحدث بدي وهنا الحدث راح يحصل في المستقبل بس ما في نقطة معينة راح يبدأ فيها الحدث حددت اليوم ولكن خلال اليوم كامل هذا ممكن يحصل الحدث بكرة راح نكون ندرس عند الساعة تسعة ونص يعني الحدث الدراسة راح يبدأ عند الساعة تسعة ونص هنا ممكن أقول نحن سوف ندرس غدا غدا متى؟ الوقت مفتوح الصبح بعض الضهر أو في الليل نحن سوف ندرس وهنا نحن سوف نكون ندرس يعني حتى في فرق في الترجمة هنا نحن سوف نكون وهنا نحن سوف سوف ننتقل إلى النفي مدام عندنا أفعال مساعدة نضيف كلمة not وتصير الجملة نفي إذن راح نحافظ على الجملة كما هي ونضيف كلمة not بعد الفعل المساعد صارت نفي راح أكون مسجل فيديو على الساعة ثمانية أكل أو تناول الغداء على الساعة إثناش ونص ننتقل إلى السؤال المباشر ومدام عندنا فعل مساعد كالعادة تأخذ الفعل المساعد وتحطه في البداية الفعل المساعد معناته في الجملة سوف إذن في بداية السؤال راح يكون معناه هل سوف هل هي راح تكون نائمة عندما توصل إلى البيت هو راح يكون بيدرس بكرة الصبح في الفصل عندما استخدام الـ WH questions في المستقبل المستمر فبإمكانك تكوينها بهذا الشكل السؤال المباشر كما هو كالعادة وتضيف أي كلمة أنت تحبها هل هو راح يكون بيدرس بكرة الصبح في الفصل؟ حبيب تقول أين راح يكون يدرس بكرة الصبح مثلا أين راح يكون بيدرس بكرة الصبح؟ طبعا أنشلت لأنها هي الإجابة سؤال بمعنى هل سوف تأكل أو تتناول الغداء على الساعة 12 ونص بإمكانك تضيف متى أو أين ستتناول غداءك فراح تضيف كلمة حابب تستخدم حابب تستخدم لماذا كيفة الكلمة التي تعجبك تضيف مثلا كلمة ون متى سوف تتناول الغداء تبعك شلتها لأنها هي تعتبر الإجابة لأني بسألك عن الوقت حابب تقول متى راح يلعبون؟ بكرة تضيف كلمة ون في البداية ولا ليش راح يلعبون؟ الكلمة اللي تعجبك حطها قبل وتصير راح يلعبون في هذا الجزء اللي فيه تكسير للقواعد بإمكانك استخدام استقبل المستمر للتعبير عن أي شيء يحدث في المستقبل عنده وقت معين أو من غير ذكر وقت معين أنا راح أكون مسافر بكرة متى؟ ما نعرف ممكن الظهر ممكن الصبح عادي أنا راح أسافر بكرة أو الأولة أنا راح أكون مسافر بكرة نحن راح نكون نلعب كرة قدم بكرة متى الله أعلم؟ نحن سوف نلعب كرة قدم بكرة متى الله أعلم؟ ترضوه الترجمة فيها اختلاف بسيط ولكن المعنى وصل وما فيش أي مشكلة نفي نفس الحكاية سؤال المباشرة نفس الحكاية بإمكانك استخدام استقبل المستمر للتعبير عن شيء راح يحدث في المستقبل مو شرط عند نقطة محددة قد يكون الوقت مفتوح It's okay هل سوف يلعب كرة قدم بكرة؟ هل سوف يلعب كرة قدم بكرة؟ الجملتين جابوا لي نفس المعنى أو نفس الفكرة مع اختلاف بسيط أو طفيف في الترجمة المطلوب منك توصيل الفكرة مش مطلوب منك أنك تدخل grammar test اختبار قواعد pH question جميع القواعد أعتقد فيها كسر القواعد مثل ما نتفق في القاعدة الأساسية أنك تحافظ على السؤال الأساسي اللي هو السؤال بمعنى هل السؤال المباشر وإذا أنت حابب تضيف كلمة أين لماذا متى كيفا في البداية وصار سؤال لكن هنا في كسر القواعد اللي هو بإمكانك تشيل الفعل المساعد وتحطه بعض الضمير أو الإسم وما فيش أي مشكلة لأنه الفكرة هي هي توصل بشكل دقيق مثلها مثل ما لو التزمت بالسيغة الأساسية هل هو سوف يكون يلعب كرة قدم بكرة الصبح إذا أنت حابب تقول أين سيكون يلعب كرة قدم بكرة الصبح رح تحط أين راح يكون يلعب كرة قدم بكرة الصبح أين راح يكون يلعب كرة قدم بكرة الصبح تحطيها بهذا السيغة مستقلتها بالسيغة اللي فيها كسر القواعد اللي تقولها بالسيغة الثانية اللي تخلي الجملة كأنها جملة أنت خليتها بهذا الشكل اللي هي جملة وحبيت تقول أين تحطها قبل الفاعل وصار كأنه سؤال والفكرة وصلت زيها زي الطريقة السابقة أين راح يكون يلعب كرة قدم بكرة الصبح استخدمت الجملة وحطيت قبلها where وهنا استخدمت السؤال المباشر اللي ببعنا هل سوف وحطيت قبل الفعل المساعد where والسؤالين أو الطريقتين توصل لي نفس الفكرة وهو الأهم هل هم راح يكونون يأكلون كبسة عند الساعة تسع ونص إذا أنت حابب تقول ماذا راح يأكلون كبسة عند الساعة تسع ونص راح تضيف كلمة why why will they be eating كبسة at 9.30 ليش راح يكونون يأكلون كبسة عند الساعة تسع ونص أت هذا السؤال إلى صيغة الجملة مثلا هم يأكلون كبسة عند الساعة تسع ونص they'll be eating كبسة at 9.30 إذا حابب تقول ليش تضيفها على نفس الجملة وصارت سؤال why they'll be eating كبسة at 9.30